قال الملأ الذين اشتكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من طغيتنا أولا تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وشع ربنا كل شيء معيما على الله كوتلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئي اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاصرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغلوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاصرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رخالات ربي ونشرحت لكم فكيف آشى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مثال الشيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قبل الشعاباء لضراء والسراء فأخذناهم بغتكا وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يشعرون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بحا وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يلتون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصدناهم بقلوبهم ونصدعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانون يؤمنوا بما كذبوا من قبل فذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم فاسقين ثم بعثنا من بعدهم موشى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موشى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرشي معي بني إشرائي قال إن كنت جئت بآيات فأتي بها إن كنت من الصادقين فأرقى عشاه فإذا هي بعبان مبين ولجعلته فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قول فرعون إن هذا لشاحر العليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فما ذا تأذرون قالوا أرجه وأخاه وأرشي في مدائن حاشين يأتوك بكل شاحر العليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن توقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واشترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عشاك فإذا هي تلقف ما يأفتون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه مالك وانطلبوا صاغرين وارقي الشحرة شاجدين أعلوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فلعون آمنتم به قبل أن آبل لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتفرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصيبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نشاءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واسبروا إن الأرض لله يولتها من يشاء من عباده والعاقبة لي متقين قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عشى ربكم أن يهدد عدوكم ويستخدفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد يأخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم شيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما تغائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتشحرنا بها فما لحولك بمؤمنين فأرحلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والزمآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى بعلنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمننك ولنرفلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلا أجل هم بالغوه إذا هم يعكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في ذنب أنهم تذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون محارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكثون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل وما إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبلاءكم ويستحيون نشاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظمين ووعدنا موشى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موشى ليسيه هارون اخلصني في قولي وأصلح ولا تتبع سبيل المسلمين ولما جاء موشى مني قاتلا وسلمه ربه قال رب أدني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبط إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأليكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآلاتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآلاتنا ولقاء آخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما شطط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أكفا قالوا ائش ما خلفتموني من بعدي أعجلت الأمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس يخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشفق لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني وليأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا عجل سيلانه غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجهي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما شكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي مفتتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه شدعين رجلا لمي قاتلا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلتهم من قبل وإياي أتهمكنا بما فعل الشفهاء منا قل هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة فإنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدوا له مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إفرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المصلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبي ويمير فآمنوا بالله ورسولهن بالجل أمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدنون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباق الأمما وأوحينا إلى موسى باستشقاه قوم أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه ابنك عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغبام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اشكروا هذه القرية وكلوا منها حيث جئتم قلوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنهيد المحهمين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجدا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شروا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فذلك نبلوهم بما كانوا يفصقون فإن قالت أمة منهم لمتعبون قوما إلا هم ملكهم أو معلمهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نشعوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأغذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفصقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قربة خاصرين وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم شوء العذاب إن ربك لسريع العطاب وإنه لغفور الرحمين وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والحيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلق ورق الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميتاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمشكون بالكتاب وأقاموا الشلاة إنا لا نذيع أدر المشرحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان بنا الغابين ويرشينا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهت أو تتركه يلهت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا في القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنش لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبحرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فابعوه بها وذنوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت الشماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يبني لله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعملون فاشألونك عن الساعة أيان برساها قل إنما علمها عند ربي لا يجنيها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها يشألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكترت من الخير وما مس لي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زودها ليشكل إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دعم الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعا تموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستزيدوا لكم إن كنتم صابقين ألهم أرجل يمسون بها أم لهم أيدي يبطحون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليدي الله الذي لزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إذا الهدى لا يسمعوا فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قد العفو مأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزه فاشتعب بالله إنه صميع العليم إن الذين اتقوا إذا مسهم صائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتون لعلكم ترحمون وانكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القوم بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سبحان الله بالله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيلكم وأطيعوا الله ورشوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورفق كريم فما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم قل يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قل يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوطوه وأن لكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيسا إلى فية فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهم كيب الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم لفتر وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عذوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كترت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين لآمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لك ولو وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تحيب أن الذين ظلموا منكم خاص وعلموا أن الله شديد العقاب وذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتحطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون تعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عبده أجر العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم شيئاتكم ويغطل لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا كتنا عليهم آياتنا قالوا قد شمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساقير الأولين ويمقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اجتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حشرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليبيد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخافرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فتنة ترجمة نانسي قنقر